اشتركوا في القناة الصليب حديدة كيف بتحمي بنتك وبعد ما حاولت نادين بالاول تدفع عن حالة وعن حريتها بدينها اضطرت ان تنهي هالجدل وتقول بتعرفوا شو رح تنضيش عن هالتعليقات الدينية لاندق الماي ماي خلص تعبنا من هالخلافات عن جد ما حدا ماهو حق يهاجم ديني التاني وإلا بدو يتحمل النتيجة والجواب عن جد زهقنا من التعصب وبالمقابل كان دافع عدد كبير من المتابعين عن نادين واعتبروا انه هالتعليقات ما بتمثل الاسلام ومنها بتمنى نحترم الديانات انا مسلمة وبحترم الديانة المسيحية كل واحد حر بدينه شو هالغبة؟ تعليقات تافها مدخلكم بدينها؟ الدين هو حرية شخصية بس الغبة بيطغى وما له حدود توفى اليوم الصبح لممثل السوري نبيل حلواني بمستشفى ابن النفيس بالعاصم السورية دمشق بعد تشخيص اصابته بسرطان المعدة من حوالي الشهرين وكان هالفترة عم يخضع لعلاج كيميوي قبل ما تنتكس صحته قبل يومين نبيل كان بالفترة الماضية وقبل ما تدهور حالته الصحية عم يصور مشاهده بالجزء 11 من مسلسل باب الحارة بشخصية ابو صيح وكان اخر ظهور لقله بجنازة زميله الممثل مأمون الفرخ قبل حوالي 5 شهر برصيد نبيل حوالي 70 مسلسل بالدراما السورية نذكر منا لك يا شام اخوة التراب مرايا بطل من هذا الزمان بقعة ضوء أهل الرأي وولادة من الخاصرة وكان بدأ مسيرته الفنية من على خشبة المسرح فشارك بكتير من المسرحيات مع فرق المسرح القومي والعمالي والشبيبي وهو واحد من مؤسسي مسرح الطفل بسوريا تعليق مفاجئ كتبته متابعة على صورة كانت نشارتها أميرة مختار لأم الراحل المسل المصري رجاء الجداوي اشتكت فيها الإهمال الحاصل بأبرة ودخول الحشرات إلو قالت الله يرحمه ما علي يا أميرة تقبلي مني هالكلمتان أنا فتت على فيديو طلع لي مطفن مدام رجاء ليه هيك مكسر وكأنه صروا سنين ومكسورة عن الجنب وفيه فتحة كبيرة عم بتفوت منها الحشرات والله زعلت كتير لأني بحبها وكل العالم زعلة عليها وتابعت ياريتي بيترتب المطفن ويكون بليء بفناني أديرة مثلا وأنا بعتذر منك لو ادخلت بس زعلت عليها وكانت كل التعليقات على الفيديو عم تسأل هي بنتا وين وبدورة ردت أميرة على هالتعليقات وقالت صح هو عم يترمم من أكتر من سنة وبعده تحت الترميم وتابعت أما عن سؤال وين بنتا فأنا مني مسؤولة على الترميم في كبار بالعائلة هني مسؤولين وأمي كانت تدير هالأمر لأنا الكبيرة بس المطفن هو مطفن العائلة وأنا أصغر وحدة شكرا على الاهتمام بالرغم من الانشغالات الفنية الكتير اللي عم بتعيشها لمسلة اللبنانية دانيالا رحمي من فترة ولليوم إلا أنها عم بتعيش حزن بسبب بعدها عن أهلها اللي بعيشوا بأستراليا وما شافتهم من شهور طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الصار من اللي عم تتبعها الحكومة هنيك واستمرار إقفال المطار بسدني وزاد إحساسها بالزعل أكتر لأن بعدها منا قادرة تشوف بنت اختل لخلقت من أسابيع ولنفس السبب كمان منشير إلى أنه دانيالا عم بتشارك بالوقت الحالي ببطولة مسلسل اللي بيجمعها لأول مرة مع المثل السوري معتصم النهار وبشاركهم البطولة لما سلين عمار شلاء وساشا داحدوح وسام سعد وهو مألف من عشر حلقات ومن إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنى وإنتاج ضج كبيري أثيرت بالساعات الماضية بعد ما تداول اللي امتبعين صورة للمثل السوري هيبانور اتساءلوا فيها إذا كانت قصة شعره بالكامل ضمن مشاهدة بمسلسل نسوانجي بالحلال يلي عم بتقوم ببطولته بالوقت الحالي مع المثلين ندين الراسي وزياد برجي وهيشام حداد ومحمد خير الجراح وغيرهم وبعد هالجدل الكبير اتبين إنه هالصورة منا دقيقة وهي متاختي من فيديو انتشر لإله برفقة عدد من أبطال العمل بس بسبب الزاوية المتاختي منا الصورة والإضاءة بيّنت إنه بلا شعر تصدر اسم جورجينا طواف مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجين الجونة السينمائي وهيدا بسبب إطلالتها اللي اعتبره لكتار واحدة من أجراء الإطلالات لهيدا العام بالحفل هيدا الأمر خلى الامتابعين يتساءلوا عنها ويفتشوا عن معلومات بتخصة ليتبين إنه رائسة باليه مصرية شاب بالعشرينات من عمره واسمها الكامل جورجينا جوزاف طواف فاتت على مجال التمثيل سنة 2019 بمسلسل الزوجة 18 معلم مسل المصري حسن الردد كررت التجربة بنفس السنة بمسلسل حواديث الشونزيليزي وقدمت شخصية أمانة العمل الثالث والأخير لإلا بالوقت الحالي كان برمضان الماضي بمسلسل خيانة عهد معلم مسل المصرية يسرى لمعرفة كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة